تسبب تعطل أجهزة الاقتراع وعدم ظهور أسماء الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية بتأخر عملية إدلاء الناخبين بإصواتهم وأكد مراسل قناة الفلوجة تعطل أجهزة التسويت في حي الميكانيك بمنطقة الدورة في بغداد فيما تسبب عطل أجهزة الاقتراع في مركز النبأ العظيم في ناحية الضلوعية بصلاح الدين بحدوث فوضى بين الناخبين وأفد مراسل الفلوجة في محافظة الأنبار بتعرض 180 محطة انتخابية للعطل ما تسبب بتأخر اقتراع الناخبين فيها كما شهد عدد من مراكز الاقتراع في الموصل عدم ظهور أسماء الناخبين وتعطل في أجهزة التسويت لا يوجد مشكلة تحصل بهذه المحطة أو بالمحطات الأخرى كلها أنه البطاقة قاعد يقرأ البصمة وقاعد يقول بيانات ماكو والشغلة الثانية أنه قاعد بصمة ما قاعد تقرأ زين بطاقة صدرت الشون صدرت بدون بصمة وشون صدرت بدون بيانات ومكتوبة البيانات على البطاقة هذا يدل على أنه أكو خرق بهذا الموضوع هذا الشي ميصر يعني حق المواطن رح يروح حساني عندي أكثر من الناخب ويا يدي يتجولون يقولون إحنا شلون يعني نرجع لبيوتنا ما ننتخب ميصر هذا الشي لا معلومات بالبطاقة والمعلومات المكتوبة بالبطاقة والبصمة ما قاعد تطلع شنو معناته هذا الشي ميصر نرجو من المفوضية أنه لازم هذا الموضوع ينحل بأسرع وقت